مسابقة نجوم الرياضيات التي انطلقت من مدرسة الخوارزمي للتعليم الأساسي ثم أخذت بالتوسع في باقي مدارس محافظة لبريمي بعد نجاحها في تكوين طلبة مجيدين علمية استطاعوا تطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في سبيل التفوق الدراسي بقى على مستوى المحافظة أو مدارس المحافظة بجهود الشباب معلمي رياضيات مدرسة الخوارزمي بإشراف دائرة الإشراف في المديرية والحمد لله طبعا المسابقة تعزز التعليم أو التغيير عن روتين مدرسة 36 طالبا وطالبة من أربع مدارس شاركوا في هذه المسابقة حيث تطرح الأسئلة على الشاشة المرتبطة مباشرة بالألواح الرقمية لديهم فالدقة في الإجابة والسرعة في التوقيت عاملاني أساسيا للفوز بالجوائز أنا أتيت من مدرسة الخوارزمي وشاركت في هذا التحدي الجميل وأنا أفرح بهذه التحديات لأن هذه تنمي عقلنا وتنمي فكرنا في الرياضيات وفي الدروس الأخرى المسابقة اعتمدت اعتمادا كليا على تطبيق وأدوات الذكاء الاصطناعي ففقرات الافتتاح مصممة بدمج الصور وتحريكها تقنية أتيت من درسة وادي الحيول شاركت في مسابقة نجوم الرياضيات ما بقيت زملاء بذلنا التي نقدر عليها عشان نفوز في هذه المسابقة المسابقات العلمية تحفز طلاب المدارس على التنافسية وتشجعهم للتركيز على المواد الدراسية ليكون الفوز حليفهم في المسابقات القادمة من كلية لبريم الجامعية عادل بن حمود السعيدي ترجمة نانسي قنقر